دكتور السؤال ما أهمية هذا القرار في هذا التوقيت الأهمية كبيرة جدا يعني أول إشي بعد هذا الانقطاع الطويل أن الأوان أنه يرجع طلابنا يتعرضوا لبناء مهاراتهم التفكير مهارات التحليل مهارات الفلسفية المختلفة وأن يخرجوا من حالة الجمود من حالة التبعية غير المدروسة ليحللوا الأشياء التي تأتي إليهم بشكل واعي ويدركوا الصحيح من غير الصحيح أو يستطيعوا أن يحددوا مصادر المعرفة ويحددوا قدرتهم على الوثوق في هذه المصادر فبالتأكيد عودة الفلسفة مسألة مهمة جدا 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 وأتمنى أنه هذا العودة أنه تستطيع أن تحظى بدعم كافي من كل القطاعات في الجمهور الأردني لأنه هذا مفيد لكل قطاعات الجمهور الأردني نعم نعم دكتور هون إحنا عم نحكي عن منهاج كامل يعني من الصوف الأساسية سوف يكون هناك تدريس لبعض المواد المتعلقة بالفلسفة وبعدين رح يسمر معهم حتى نهاية الدراسة اليوم توزيع هذه المصاقات عبر السنوات اليوم كيف عم بتشوفوه؟ يعني خليني أحكي لك بس أول إشي شو الخطة شو اللي تم إقراره اللي تم إقراره أنه فيه من صف أول لثامن رح يكون الدراسات الاجتماعية كتاب واحد يتضمن التاريخ والجغرافيا والفلسفة والتربية الوطنية والسياسة وكل الأمور التي تهم طلبتنا من أول ابتداء إلى الصف الثامن في هذه المرحلة سيتم إدخال المفاهيم الفلسفي عبر مهارات وهذه المهارات ستكون مشتركة مع المادة التي تقدم في مختلف المجالات فبالتالي سيكون هناك مهارات التفكير والبحث مستمرة من أول ابتداء إلى الثامن كروسبورد بكل المادة في صف التاسع سيكون هناك في مركب مبحث من مباحث التربية الوطنية مفرد للتفكير الناقض والتفكير الابداعي في الصف العاشر كمان مبحث في التربية الوطنية للصف العاشر مفرد عن المنطق في الصف العاشر سيكون هناك كتاب مستقل وهذا الكتاب للفلسفة مستقل سيتم تدريسه عبر التخصصات في المدارس أذبي علمي وكل آي تي وغيرها والفروع الأخرى كروسبورد وفي التوجيه سيكون مادة الفلسفة في كتاب مستقل وهذا المادة ستكون اختيارية لمن يريد أن يقدم سيكون فيها امتحان في التوجيه ولكن اختياري وليس الزامي نعم هذا المخطط بشكل عام طب دكتور مين رح يدرس هاي المادة وهل المعلمين اللي رح يدرسوا هاي المواد رح يكونوا مؤهلين انه يدرسوا هاي المواد والامتحانات بما انه هي مادة فلسفة أصلا وتعتمد على التفكير الناقض والابداعي هل رح يكون كمان الامتحانات فيها كمان ضع دائرة ويكون بشكل تقليدي ولا رح يكون فيه خطة تأهيل للمعلمين مثلا وهناك فيه خطة للناس اللي درسوا هاي المادة لحتى فعلا تكون فلسفة في النهاية ما تطلع مادة جامدة هو بالتأكيد نحنا فيه يعني تدريسة تم بعد سنتين يعني 24-25 24-25 فبعد سنتين فعنا سنتين تحضيريات فالعمل كان يعني القرار ان يستتم العمل مع بداية اصدار القرار والعمل الجاري العمل سيكون على اكثر من مرحل اول شي في عنا نحنا خريجين من قسم الفلسفة في جامعة الاردنية اكثر من 750 خريج بدأ اعطاء تخصص فلسفة بشاهدات بلشت من 2004 القسم بلش 2004 بلش يعطي شاهدات بكالوريوس فعنا اكثر من 750 خريج هذا انا بطي رقم تقريبي ولكن في اكثر بالتأكيد في عنا ماجستير وعنا الدكتوراه فهدول رح يكون لهم فرصة انه يتعينوا في وزارة التربية حسب الخطة التعليمية اضافة معلمين الاجتماعيات الموجودين حاليا على رأس عملهم في وزارة التربية والتعليم سيتم هناك دورات تأهيل المنهاج سيكون هناك منهاج سينقسم الى كتاب مدرسي الى كتاب للمعلم وسيكون هناك تدريب كامل للمعلمين سيؤدون المنهاج لدى الطلبة بتأكيد فيه نوع من المحاولة ان يكون فيه الكتب محتواها شارح لنفسه لكي لا يحدث اي خلال كما حدث في فترة التسعينات وضعت مادة للفلسفة داخل التربية الوطنية ولكن وضعت مادة فلسفة صعبة جدا لم يستطيع حتى المعلمين قراءتها ليس تقديمها للطلبة فهذه المسألة سيتم الابتعاد عنها المنهاج سيكون مبني على اساس المهارات وعلى اساس التحليل والتركيب وليس على اساس تاريخ فلسفة لن يتم تدريس تاريخ فلسفة ولكن سيتم تدريس المهارات الفلسفية المطلوبة والتحليل الفلسفي وبالتأكيد في اتجاه هلأ ممكن إذا من فيه وقات أنه استعرض بعض المحاور رح يتم التركيز عليها معنا دقيقتين دكتور تحب يستغلهم زي ما بدك اللي بحسوا أهم تفضل أحكي عنهم نحنا بالتأكيد في عنا مجموعة من النتاجات التعليمية المحورية اللي رح نحاول نركز عليها أول إشيء المفاهيم الأساسية في الفلسفة على أساس أنها اللي بتفيد الطلبة في حياتهم العملية يعني تركيز مباشر على الحياة العملية في تحديد معالم تطور وفكر الإنساني بشكل سريع يعني يعرفوا الفلسفة يونانية فلسفة عصول وصول فلسفة حديثة فلسفة مواصلة يطلب الفلسفة شاملة بس مش عميق يعني مش بمعنى أنه الطالب يحفظ طواريخ وأسماء نعم يعني هذه مسألة ولكن ألا تعتقد دكتور أنه يعني لحتى يكون عندهم خلينا نقول مادة ون أو ون للفلسفة يجب أن يعرفوا منهم المفكرين الرئيسيين أيوة بالتأكيد وشو الأفكار الرئيسية بس مش متى ولد أو متى توفى يعني مش فيه بالتأكيد دور العرب في التفكير الفلسفي والتأكيد الفلسفة العربية الإسلامية ودورها ونشئتها فيه المبادئ الأولية المنطق Anna سيكون هناك مسألة التعامل والاتصال والتواصل معرفة الذات ومعرفة الآخر في التفكير والاعتراف بالآخر وعدم التعصف في المسائل الأخلاقية والتعامل الاجتماعي فهذه المركبات كلها ستكون موجودة ضمن وفيها بالتأكيد الجمال وتقدير الجمال في مفاهيم مثل حرية الضمير مثل الاعتقاد مثل كيفية التعامل مع القضايا الحياتية العامة والإنسانية مهارات التفكير في كل هذه المسائل ستتم تغطيتها في المنهاج وكما قلت من البداية المنهاج لن يكون سردي سيكون تحليلي يعني نصوص وتحليل هذه النصوص وإضاءات على مسائل مختلفة يعني وامضات فلسفية مفيدة ويمكن نقلها إلى الطالب بشكل سلس وسهل جميل جميل جداً دكتور الله يعطيكم ألف عافية فعلاً يعني الله يعطيكم ألف عافية جهود كتير كبيرة وكنت حضرتك أنت من الأشخاص اللي كان عندهم مجهودات كبيرة يعني لإعادة هذه المادة للمنهاج الأستاذ الدكتور طفيق شومر أستاذ الفلسفية في الجامعة الأردنية شكراً جزيلاً لو وجود حضرتك معنا وشرفنا شكراً جزيلاً لكم